وزن بتاع التقرير بيبقى شكله ايه قدام العالم هل العالم يطلع على هذه التقرير يتابعها غير انه احيانا كتير للعالم كان بيبقى قاعد مترصد الوضع في مصر يعني قاعد عمال مركز معانا اكثر مما ينبغي وبيتلكت اكثر مما ينبغي طبعا ده السؤال في غاية الاهمية لان فكرة الربط بين الداخل والخارج وفكرة ان الاوضاع اللي موجودة او شهادات منظمات المجتمع المدني سواء على العملية الانتخابية او حتى على تطور اوضاع حقوق الانسان في مصر وحمايتها لان على سبيل المثال احنا عندنا صفة للسرية في الامم المتحدة وبالتالي احنا بنشارك في كل فعليات مجلس حقوق الانسان في الجينيف واللجان لو اتكلمنا عن اللجان هلأ ان احنا في مارس الماضي في 23 كانت مصر بتراجع ملفها في حقوق الانسان وبالتالي جزء منها كان موجود العملية الانتخابية والديمقراطية والتحول الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير وبالتالي اعضاء اللجنة او اعضاء اللجان التعقدية هم عشر لجان تعقدية في كل المجالات وعلى فكرة في شهر 11 الماضي برضو كنا بنرجع ملف التعذيب ومكافحة التعذيب وكانت اعضاء اللجنة موجودة وبالتالي تقاريرنا اللي احنا بنقدمها للجنة هي بتستقي منها معلومات واسئلة وتبدأ تواجه الحكومة المصرية وتبدأ تسألها على الصفسرات والحكومة ترد وبالتالي يبدأ يطلع التقرير بالتوصيات بتاعته لتحسين الاوضاع فتقاريرنا الخاصة بالانتخابات بتروح للجان المعنية والمقررين الخواصة التابعين للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمعنيين بأوضاع حقوق الإنسان والمعنيين بالديمقراطية والمعنيين بتداول السلطة وبالتالي احنا بنقول بيبقى عاملة زي الكباية كده بالزبط إذا كانت الكباية فارغة فمعندوش معلومات يقدر يكلم عن الدولة لو كانت مليانة بتقارير غير حقيقية هيعتمد على هذه التقارير الغير حقيقية أو التقارير المشوعة لو كانت فيها تقارير من على أرض الواقع من المنظمات فبالتالي بيبقى في معلومات كده ومعلومات كده وبالتالي من حق أعضاء اللجان والمقررين واليو بي آر ومجلس حقوق الإنسان إنه يتناقش مع وفد الحكومة على أوضاع حقوق الإنسان فبالتالي ده الوزن الحقيقي لكن لو أنت تبعت الانتخابات وقلت الانتخابات نزيها أو غير نزيها وفدلنا قاعدين هنا إحنا ما عملناش حاجة وبالتالي التواصل مع الأليات الدولية لحماية حقوق الإنسان سواء حقوق مدنية وسياسية أو حقوق اجتماعية واقتصادية هو ده الوزن الحقيقي لها سواء في جينيف أو حتى في نيويورك لأن حتى في نيويورك وفي منتدى السياسات رفيع المستوى الـ HLBF وإحنا بنشارك فيه الخاص بأهداف التنمية المستدامة عند السبعتاشر هدف أنت بتقدم تقارير عن مدى التقدم التي أحرزته الدولة في التنمية المستدامة والتنمية المستدامة هي حقوق إنسان لأن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان واجهان له عملة واحدة الانتين ما بيختلفوش عن بعض بالعكس كل أهداف التنمية المستدامة هي حقوق إنسان فهو ده الوزن الحقيقي لهذه التقارير الحاجة التانية أنت بتنشر التقرير على مستوى العالم كله في وسائل الإعلام وعربي وإنجليزي وبالتالي اللي عايز يستقي هذه المعلومات يستقيها ما هو اللي عايز ينقشك فيها ينقشك الحاجة التالتة والأهم أنت عندك بعثات أو سفرات موجودة داخل الدولة المصرية لدول أجنبية وسواء في جينيف أنت عندك البعثات الدائمة لأن في جينيف هي زي ما بقول دائما هي عاصمة لحقوق الإنسان البعثات الدائمة اللي موجودة هناك إحنا بنبعت لها كل تقاريرنا ليش بس اللي لها علاقة بالعملات الانتخابية كل تقاريرنا عن أوضاع حقوق الإنسان وبالتالي بيسألونا وبنرد عليهم ويطلبوا استفسارات والرد عليهم ويمكن من 2019 كنا بنتكلم عن مدى التطور اللي حصل في مصر في مجال حقوق الإنسان وكانوا بيطلبوا مننا استفسارات وكنا بنرد عليهم سواء الحوار الوطني لجنة العفو الرئاسي قانون 149 لساة 2019 خاصة بالجماعات الأهلية تعديل أو وضع بدائل الحبس الاحتياطي القونين اللي احنا بنعدلها والبرلمان بينقشها حول تداول المعلومات ويمكن واحنا في مارس 2023 كان معنا معالي الوزير عمر مروان وتكلمنا عن تداول المعلومات ولجمة حقوق الإنسان كلمت عن تداول المعلومات القانون وقال احنا في المراحل النهائية لإزدار هذا القانون يعني هنا في تطور بيحصل ما ينفعش نفصل الأليات الدولية عن الوضع الداخلي اللي احنا بنشتغل فيه صحيح الوقت ده قصير وأنا فعلا عايز أكلم في حاجات تانية متعلقة كمان بكيفية التعامل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مع الأوضاع المصرية خاصة بعد ما شافوا لجنة العفو الرئاسي الحوار الوطني وما إلى ذلك قصة أنا عندي حدود أحكيها لك ولكن بعد ما خلص الحلقة لدي حاجة مهمة أنا بشكرك جدا على وجودك معنا النهار ألف 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 شكر كل الشكر أستاذ أيمن عقيل رئيس مؤسسة معهة للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وأيضا طبعا المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة دولي لمتابعة الانتخابات المصرية عشرين أربعة وعشرين خلصة الحلقة ده صحيح هل خلص الكلام لا طبعا أولا كريم رمزي منور برنامجه النهاردة برنامجه رقم عشرة داخل حالا احنا لو قلنا العمر هنقابلكم إن شاء الله في نفس المعاد يوم السبت الجاي وبرنامجكم التاسعة سلامات